السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف السادس في مادة التربية الفنية عنوان درسنا الخداع البصري في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعليم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي كذلك أتابع الدرس حتى نهايته لأفهمه وأستوعبه جيدا أيضا لدينا إرشادات في مادة التربية الفنية ما هي؟ أولا أتجنب استخدام الأدوات الحادة كالمقص، المشرط، الدبابيس وإذا احتجت لاستخدامها ماذا أفعل؟ رائع ألجأ للكبار لمساعدتي في ذلك أيضا أحافظ على النظافة لأنني قد أستخدم الألوان وقد أقص قصاصات من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت يداي بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون كذلك ملابسي لا ألطخها بالألوان أيضا طاولتي لا ألطخها بالألوان كذلك أضع النفايات قصاصات الورق في سلة المهملات فصلي كذلك يبقى نظيف هذه إرشاداتنا في مادة التربية الفنية ودرسنا كما أخبرتكم الخداع البصري لدينا هدف عام وهو أن يتعرف الطالب والطالبة على مفهوم الخداع البصري أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يستخدم الطالب والطالبة المصطرة لعمل خطوط مستقيمة ثانيا أن يرسم الطالب والطالبة أشكالا هندسية ثالثا أن يلون الطالب والطالبة باستخدام ألوان الفلوماستر دعونا نتذكر ما أخذناه في دروسنا السابقة تكلمنا عن الخداع البصري ماذا نعني بالخداع البصري؟ قلنا هو نوع من أنواع الفنون قائم على تمثيل أي رسم الأشكال الهندسية إذن سوف نقوم برسم مستقيمات وأشكال هندسية الخطوط المستقيمة والأشكال الهندسية بعد ذلك تلوينها إذن هو قائم على تمثيل الأشكال الهندسية وتلوينها ولكننا سنستخدم ألوان الفلوماستر لإيجاد أنواع مختلفة من ماذا؟ من الوهم البصري مثل الحركة والبروز والانتفاخ والعمق هذا ما نعنيه بالخداع البصري كما ترون أشكال هندسية رسمناها ولوناها فأحدثت لنا نوعا من الخداع البصري أو الوهم البصري حركة أو عمق أو بروز كما ترون هذا ما نعنيه بالخداع البصري قلنا أنه يعتمد على الأشكال الهندسية أيضا الخطوط المستقيمة دعونا نتذكر الخطوط المستقيمة لدينا أنواع الخطوط المستقيمة خط مستقيم طولي وخط مستقيم عرضي كما ترون أي بالعرض وهنا خط مستقيم بالطول أيضا جمعنا الخطوط المستقيمة فرسمنا خطا أو شكلا جميلا كما ترون إذن هي تعتمد على الخطوط المستقيمة وتعتمد على الأشكال الهندسية دعونا نتذكر الأشكال الهندسية لدينا هذا الشكل الأول ما هو؟ تذكره معي أعزاء الطلاب والطالبات ما اسم هذا الشكل؟ رائع إنه مستطيل هو شكل هندسي مستطيل أحسنتم لدينا شكل آخر هو شكل هندسي ولكن ما هو؟ رائع إنه مثلث لدينا مستطيل لدينا مثلث ماذا لدينا أيضا؟ رائع شكل هندسي هو مربع المربع مستطيل مثلث مربع لدينا شكل هندسي أخير ما اسمه؟ ما هو؟ أحسنتم إنها الدائرة هيا نتذكر مستطيل مثلث مربع دائرة هذه الأشكال الهندسية لدي الآن نشاط دعونا نطابق هذه الخطوط المستقيمة مع بعضها كما نرى في الأعلى لدينا الخط الأول أين الخط الذي يطابقه في الأسفل؟ ابحثوا عنه إنه خط مستقيم طولي أي بالطول أين هو الذي يطابقه؟ أحسنتم هذا الخط الطولي المستقيم يطابقه لدينا خط مستقيم ولكنه بالعرض أي عرضي أين الذي يطابقه؟ هل هذا يشابه؟ أحسنتم ماذا عن هذا الخط؟ أحسنتم هو يطابقه إذن أرسم سهما أصله بسهم ماذا عن الشكل الأخير؟ أين الذي يطابقه؟ ابحثوا عنه أحسنتم هذا الشكل الذي يطابقه ويشابهه لدينا الآن هيا نرسم ونلون في درسنا اليوم سنتعلم رسمة الخطوط المستقيمة لننشئ شكلا جديدا من أنواع الخداع البصري سوف نتعلم كيف نرسم خطوطا مستقيمة بواسطة ماذا؟ المصدرة هيا نتعلم رسم الخطوط المستقيمة على كراستنا سوف أقوم بوضع علامات حتى تكون خطوط المستقيمة متساوية في البعض عن بعضها كما تروا إذن أنا أضع علامات قصيرة بواسطة المصدرة الآن أستطيع رسم خطوط مستقيمة سوف أنشئ رسمة بواسطة الخطوط المستقيمة والأشكال الهندسية لأنشئ خداعا بصريا رسمة تحتوي أو عملا يحتوي على الخداع البصري الآن أبدأ أثبت المصدرة بيد والقلم بيلدي الأخرى وأبدأ برسم الخطوط المستقيمة كما تروا نكمل الخطوط المستقيمة حتى نصل إلى نهاية الكراسة نثبتها بيد ونرسم باليد الثانية حتى نصل إلى رسم كامل الخطوط المستقيمة بهذه الطريقة مصدرتي طويلة لأن كراستي كبيرة كما ترون رسمنا خطوطا مستقيمة نعيد حتى نصل إلى نهاية الكراسة رسمنا خطوط مستقيمة هيعدوها معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هيا نكمل بهذه الطريقة أثبت المصدرة وأمسك القلم باليد الأخرى وأرسمه خطوطا مستقيمة مرة ثانية أرسم خطوطا مستقيمة ما اسم هذا الخط خط المستقيم أحسنتم نتعلم الرسم على ورقة خارجية قبل الرسم على الكراسة حتى نتقن الرسم بهذه الطريقة حتى أصل إلى النهاية رسمنا الخطوط المستقيمة على كامل الكراسة كما ترون هيا عدوها معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر حيا نعود لشاشتنا بعد أن تعلمنا رسم الخطوط المستقيمة ماذا لدينا؟ لدينا توصياته لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه تعميمه في مواقف مشابهة تبكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته